السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله في هذا الموضوع بمشيئة الله سوف نذكر لكم أهم الفوضة الصحية لتناول الفجل الفجل له العديد والعديد من الفوضة الصحية والعلاجية في شتى المجالات وفي النقاط التالية سوف نبين لكم أهم الفوضة الصحية لتناول الفجل فتابعونا السلام عليكم تناولوا أوراق الفجل وعالجوا كل هذه الأمراض والمشاكل الصحية أوراق الفجل كنز من الفوضة الصحية لعلاج العديد من الأمراض الفجل الفجل من النباتات التي تدت باع لفصيلة الصليبيات وهو من الخضروات الجذرية المأكولة أوراقه كبيرة الحجم وخضر اللون وثماره تميلة إلى اللون الأحمر كما ويعرف نباتة الفجل عند الكثير من الشعوب وذلك الأهمية هو فايد الجمة على الصحة أولا ما هي الفوضة الصحية لتنويل الفجل يعالج أمراض الحصى ويساعد على إدراري البولة ويعالج ألم الرمل البولية ثانيا يزيد من كثفة العظم وقوةه ويمنع كسرها رابعا يحمي من الإصابة بالرشح ويحتقون الحنجرة خامسا يقوم الإصابة بالسرطانية ويقتل الخليل السرطانية ويزيد من الإفروزاتي الهضمية ويقتل الجراثيم ويعالج ألمساك سادسا يقلل نسبة حدوث أجل طوطاء الدم ويمنع أزمات الرب والسعيل سابعا الفجل يفتح الشهية ويعالج مرض نقصة فيتامين جيم سابعا يوالج حب الشباب ويقلل من الهالات السوداء حول العين ثامنا الفجل يمنع تصوص الأسنين وسقوطه وذلك لاحتوائه على مادة أيسوثيو سياتاتس التي تقلل عمل الإنزيمات في الفمان مسؤولة عن تصوص الأسنين تاسعا يمنع فقر الدم وذلك لاحتوائه عن نسبة عالية من الحديد عاشرا يحفظ عن نسبة الكوليسترول في الدم ويخفض ضغط الدم العالية عاشرا يحمل أوعية الدموية والشرين من التصلب إحدى عشرة يعمل كويقل الجسم من الفيروسات ويزيل السمو من الجسم ويساعد على إذابته إثنى عشرة الفجل يعالج النقرس ويقوي جهاز المناع ثلاثة عشرة ينقص الوزن وذلك لأنه يعطي الشعور بالشبع والامتلاء أربعة عشرة يقوي الشعر ويحميه من التلف والتصوقط خمسة عشرة يزيد كثافته ويعطيه المظهر اللام سبعة عشرة يعالج لدغة العقارب والأفعية السهمة ويخففه التوتر والأرق ويعالج اضطرابة العصيب ويساعد على استرخيها ويعالج كثرة المخاطة ويذيبه ويعالج السعالة الديكية ويطرد البلغم الفجل يعالج التهاب الحلقة والحنجرة ويلتهاب المفاصل يذيب الدهون والأملاح الزائدة في الجسم ثانيا الفودة المثلة لأوراق الفجل أولا أوراق الفجل تفتح الشهية للطعام وتساعد على تسريع عملية الهضم ثانيا تعالج أوراق الفجل الأنمياء فقر الدم ثالثا توقع مشاكل الجهاز التنفسي وألمه وتمنع السعيل رابعا تمنع تكون الحصى وتساعد على تفتيتها وتزيل الدين والمعوية خامسا تقوي المناعة وذلك لاحتوائها على الفيتاميناتا وحمض الفوليك وتحمي من الأصابة بالسلطانات ثامسا تخفف الوزن وتساعد على التخلص من الدهون وحرقها سادسا تنشط الغدى الدرقية وتفتح الشهية وتنشط خلايا الجسم سابعا تحمي من مرض البلغرا وذلك لاحتوائها على فيتامين جيم وفيتامين ألف ثامنا تزيد من إفروزي العصر الصفراء وتنشط الكبد والكلة تاسعا تعلج أمرض الروماتيزمة والمفوصل 11 تنشط الدورة الدموية وتنشط فروة الرأس وتحفظ على قوة الشعر 11 تساعد في تهدأة العصوبة وتتخلص من التوتر والتعب ثالثا أضرار تناول الفجل الفجل ليس له أثور سلبية خطيرة على صحة الإنسان ولكن قد يكون لها مزاق لازع جدا كما أن الفرط في تناول الفجل يؤدي إلى انتفاخ المعدة وقد يسبب ذلك حدوث بعض الألم متابعين الكرام إذا نال هذا الفيديو على عشابكم فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله